بسم الله وصلت والسلام على رسول الله سلام البناة ما نتمنتكم بخير وفي الصحة جيدة عدروني على هذا الصوت يعني راني شوية مريضة إن شاء الله يربيش في كل مرضى إن شاء الله كما تعرفوا هذا الموسم يعني تعالي غريب إن شاء الله يعبقوا فينا فقط من الأمراض كورونا وهذه الأمراض يعني اللي رأكم تشوفوا فيها في هذا الوقت كما رtakeكم تشوفوا اليوم جيتكم بوحث الوصفة خفيفة إن شاء الله يربي تعجبكم وصفة حصرية على قناتي هذه الوصفة صراحة ما كان حتى يوتيوب برز ولا حتى وحدة دارتها هذه الوصفة الحصرية كنت جربتها وصدقوني من أول تجربة نجحت معي نتمنى يا ربي تنجح معكم وتجربوها وأكيد لما لا تنجحوا فيها وتعتمدوها في الشهر الفاضيل كما تعرفوا ورانا على الأبواب ووراكم تعرفوا يعني الديول يجوا شوية غالين في السعر وكي تكون عائلة كبيرة يعني السعر تحمل باكي يعني حوالي بعشرة لفلات نجليف والله ما يكفي البنات نتمنى يا ربي اتبعوا الفيديو من الأول الأخير باش تنجحوا في الديول تعنا وإن شاء الله يا ربي تعتمدوا الوصفة لماذا نبدو أول حاجة مع المقادير وطريقة التحضير بسم الله كما راكم تشوفون هنا خديت كيلات سميد يعني يكون نوعية ممتازة هنا راكم تشوفوا فيه ما شاء الله صفر وهذا السميد راني جربتوا يعني فيه العلك ما شاء الله انتو ما يلكن ما عندكمش هاد النوعية تع سميد حاولوا انكم كما دي ما نوصيكم سميد يعني اللي يكون لونه أصفر ما فيش هدوك الحبيبات السوداء يعني سميد تعكم راها ممتاز وناجح هنا سميد يا البنات النوعية أنا خديت يعني تع شكرة تع 25 كيلو انتو ما يلكن عندكم تع تشروا تع الميزان ما شي مشكل خيره النوعية تع الكيلو اللي يكونوا رطب اللي تديروا به المسمن وتكونوا متأكدين منو بلي فيه العلكي انو لو كان ما يكونش فيه العلكي يا البنات الوصفة مراحاش تنجح معكم علاش لي انو ديول تعنا مراحين شي تعجنوا يعني احنا أنا هنا مراحاش نعجنهم راح نخليهم يعني مع هديك الفارينة راح نخليهم يعني يكتسبوا هداك القوام يعني تعال يجي فيه كما نقولوا العلك هناك ما شتوني حطيت كيلو تع سميد كيلو ونصف تع ماء هادي من الحنفية الملح على حسب الضوغ وضربته بالبراميكسر حتى يعني تحرحر لي هداك سميد مليح ولا مي للأبيض احنا تعرفوه كأنو عجلناه علاش كيتحرحر والحبة تع سميد وكأنو عجلناه هنا بنسبة للفارينة حطيت كيلو ونصف فارينة الفارينة ايضا لازم تخيروا النوعية الممتازة اللي تكون فيها العلك قلوتا بزاف تع العجائن خاصة بالعجائن ولا افون اللي تع الكيلو هاديك ثاني تكون فيها شوية العلك اكتشوفو يا البناء تراني اللم فقط وراني نحس باللي فيها العلك هنا كما كنتشوفو انا هادا الطريقة يعني راح احصري على اليوتيوب ما كان حتى وحدة دارتها كين عدة وصفات يا البناء تعديو الكين التقليدية كين هاديك تعلب بانسو تعلب كس كس لكن صراحة هادا الوصفة حسيتها يعني تقدروا تقولوا 90% ولا 100% كيمة تقليدية يعني ما شاء الله هنا كما كنتشوفو راح نخليها نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح اطول مدة ممكنة هنا لكان درتوها الصباح خدموها العشية الى كان حبيتو تخدموهم الصباح ديروهم يعني في الليل فقط خلطو المكونات وخلوهم في صاشي لاشتابرة مشي شرط في الثلاجة وخلوهم يباتوا ليلة كاملة خاصة طرح انا راه برت شوية الحل حطوهم فقط يريحوا في برة ولا في الثلاجة من تحت هنا كما كنتشوفو نخليهم يرتاحوا حوالي أنا هنا خليتهم حوالي ساعتين ما هذه العجينة تبان وكأنها تعجنت ودلكت بلا يعني اي مجهود كما كنتشوفو القامة امتحارة هاتبان يعني تعجنت هنا راح نبقى نضيف يعني خضيت كيلة واحد اخرى بنفس الكيلة تعفونا بتاع الماء ما عادي من الحنفية البنت هنا على حسب نوعية تع سميد والفارينة تعكم قادر نص كيلة أنا هنا خضيتلي نص كيلة تع سوائل وتوتو ما قادر تاخدلكم اقل يعني ما مش تتقيدوش دو vocês تشوفو القاوة ميالبنات كيفاشيكون في الاول يعني رش فقط وحاولوا تدخل هاذاك الماء في الاول حاجيكم شو يصعيبة بالصح ما ما شي حاجه المهم يعني متا عبتوش روحكم في ذلك هاذاك في الاول عاكم تشوفو يا البنات دخلو فقط عاكم تشوفو expansive كأنه تعجنت فيها هذاك العلك ما شاء الله حاولوا تدخلوا الماء ومن بعدها كي تشوفوا يعني العجينة تروحها تخبطوها بهذا الطريقة يعني كشغلكم تدخلو لها في لهوة وفي نفس الوقت راحي نزيد وتعاونوها تديرها ذاكي لعلك أنا هنا يا البنات بقي تنضيف يعني حتى وصلت للقاوام ذوك تشوفوا القاوامتها يعني القاوام ما يكونش يعني متمسكوا في نفس الوقت يتكسل معكم هنا ايضا في هاد المرحلة بعد ما يعني حطيت هاداك الماود وخبطتها بهذا الطريقة راح نزيد نخليها تريح حوالي نص ساعة نص ساعة يا البنات بصحة راح نشوفوا يعني هذيك النص ساعة واش راح يعني تعطيها فرق يعني راح يكون فرق في القاوام راح أزيد دير لكم هاداك العلك ما شاء الله وراح أتعطيكم وحد السهولة والمرونة تتحكموا في العجينة أكثر وأكثر راح تشوفوا يعني القاوام راح تلسق في الأيدي وفي نفس الوقت نقدر نرفدها احنا قلت لكم اخذات لي حوالي نصف كيلة كم تشوفوا بهذا الطريقة من بعد نزيد نخليها تريح ونتلقوا إن شاء الله من بعد احنا بقي البنات بعد ماري حتي نص ساعة عكم تشوفوا حتى دارتي هادوك الفوقاعد شوفوا كي ترفضوا اللعجينة شوفوا كيفاش تتكسل أكثر وأكثر يعني القاوام تحها زاد رجع يعني زاد دير هاداك العلك أكثر وأكثر يعني كما حطينا له كما حطينا له المقبي لكم تشوفوا يعني عراكم تشوفوا في نفس الوقت راها جارية وتلسق في اليد لكن نقدر نرفدها بيدكم تشوفوا بهذا القاوام ومنقطحها عادي أكم تشوفوا عراني نشدها لكن في نفس الوقت تزلق راكم تشوفوا كأنها مطاطية وفيها نسبة على البلونتين يعني هنا بالنسبة لطريقة الطهوي لكن عندكم كريبيغ راح تكون أحسن وأحسن أنا صراحة ما عنديش كانت عندي وحدة لكن تكسر لها اليد تحها راح يعني كي تكون يعني كريبيغ كي تكسر لها اليد أكيد ما راح يش تقدروا تتحكمه في العجينة تعكم هنا كما كنت شوفوا نسخنوا عادي أنا هاد المقلة يعني مانيش نديغ في الإشهار لكن هاد المقلة يعني منتوج جزائري وصراحة انبهرت في المنتوج الجزائري مقلة عليها مقلة عليها مقلة عليها الكلام كما نقولو ثقيلة ما شاء الله ومثل السقش بعد عدة استعمالات هذه المقلة راكم تشوفوا فيها قليت فيها طيبت فيها وصراحة انبقات يعني مثل السقش وراء لي درت فيها الديول وما لسقط ليش نهائيا حتى حبا عاكم تشوفوا يعني طريقة الطهو حطوها فوق النار تعاكم تكون متوسطة تسخن المقلة تعاكم حاولي دقيقة ولا ونحوها وحكموا العجينة ودوروا بهذا الطريقة يعني الطريقة تعا التشكيل عاكم شيء وحكموا فيها وفيديو راه يشرح اكثر من من الصوت يعني راح ينتحكموا تدوروا المقلة تعاكم اكم تشوفوا البنات يعني والثقوب هادوك يعني تقدرو بالعجينة فقط تسدوا هادك ثقوب عاودوا ورجعوها لفوق النار عادي نار متوسطة متنشفوهاش بزاف أكيد متنشفوش الديول تعاكم بزاف راح ينشوفو هادوك الحواف بدو يتقلعو ونشفو هنا تعارفو يعني والوجه هي هاداك معادش بيض ما فيهش العجينة هنا تعارفو بلي الحبة تاع ديول تعاكم واجدكم تشوفو فيها يعني كما قلتكم كخي بياغ أحسن يكونوا الحواف تاحا قد قد مرحاش تخرج لكم هادك الحواف تاع اللي في المقلة يجيو رقاق أكثر من من الواسط ورجو يعني واحد الديول ما شاء الله إلا لقيتوا يعني المقلة تعاكم ترفد بزاف الديول يعني ولجاكم الديول تعاكم غلاد بزاف ثم تعرفوا بليكم سخنتوا المقلة بزاف عاودوا خلوها شوية تبرد من بعدها حطوكم تشوفو يا البنات القاوم مصدقوني راهم شفافين راهم في المقلة راهم يبانوكم تشوفو يعني في المقلة جايين تقول عليهم تخونس بارون تقول عليها يعني بالعجينة يعني بالعجينة التقليدية وهي معجل نامد لك ناما وعلو وجاو واحد الديول يا لبنات واحد القرمشة الحاجة الملحة في الديول يعني التقليديين يطولوا في القرمشة هذيك نتمنى يا ربي تتبعوا الخطوات والأخوات اللي يعني يسخفوا على الديول وراهم غالين ابدأ ومعليش أنا بالعاني حطيت لكم لا فيديو قبل الشهر الفضيل باش هكا كل خطرات تجربوا كمية صدقوني ماشي مشكل ماشي عادي وراح المشكل كيت جربوا بكاس ولا زوج حاولوا تجربوا بكمية صغيرة راح يعني يدكم راح تمشي في هذيك الديول محال يعني تتعلمهم بالضربة اللولى راحين تتعلموا أكيد بعد الممارسة لكن هذي العجينة صدقوني من أول تجربة نجحت ماشاء الله هنا كما كم تشوفوا يعني حتى اللسق ما هيش تنسق شوفوا وراها شفافة اه فون جات يعني جاو ديول روحة روحة وش نحكي لكم اه كما قلت لكم يعني الأخوات اللي حبوا يسترزقوا كين اللي راح يديروا يعني الحساب بالمنطقة كين اللي راح يدير التنظيمة فيها عشرات يبيعوها بخمسة الف وراكم تعرفوا يعني الحاجة تعالدار عفوا المديول تعالدار يجو شوية الحجم تحهم صغير ماشي كيمة تعالبيع اه ليها ديجو شوية رخاسة في السعر على اللي راح يتباعوا في الأسواق وما نعرف كل منطقة وكيفه قادر يعني تعالداري جوغليين على تعسق ما نعرف انتم ما وعلى حساب كما قلت لكم المنطقة كما يكن تشوفوا كملوا بهذا الطريقة حتى تكملوا العجينة تعالكم كامل ونتلقاوا ان شاء الله في الشكل النهائي اشتركوا في القناة 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 طريقة الحفظ عادي خبهم في كيس بلاستيكي في الثلاجة في الكنجيلاتور سوف تخافوا ما يخسروا موالو وقت ما تحتاجوا بدون كمية اللي يراكم حبينها هنا كما تشوفوا الحواف تقدروا تقصوهم بالمقص لما لا انا كما تعرفوا المقلة تعيش الحواف تحترين لكن عادي يعني حتى ما تقصوهم بالعكس رح يجيكم فمشاء الله هنا كما تشوفوا يعني ما منعبزهم يبقى ما يلسقوا موالو يعني الوجه اللي تنحوه ولي تحطوه في الاسفل وحطو الحبات فوق بعضهم ما تدهنوهم لا تزيد له ولغطوهم فقط بكيس عفوا بسربيتة وصعي نتمنى يا ربي الوصفة تالي كانت نالت اعجابكم واي استفسار ولا اي سؤال تقدروا تخلوه له في الكومنتر ان شاء الله يا ربي تنجحوا فيهم وجربوهم على ضمانتي بإذن الله ما راحينش يعني ما راحاش تحش بكم هاد الوصفة مع الياغين نقولكم تهلا وفيروحكم مع صفات اخرى ان شاء الله في امان الله